أوكي الساشر يعطيكم العافي يعني اليوم حولات حاسيسة لتقريب وجهات النظر بين الملكة والمستأجرين اليوم فينا نقول إنه ممكن تدعو لاجتماع تاني لحوار بعد أيضاً وأيضاً للوصول لحل ومخرج نهائي له الموضوع طبعاً مخرجات هذا اللقاء هي أساسية على ثلاث نقاط اللي قلتهم اللي لهم علاقة بالمدة الأخلاق اللي لهم علاقة بالبدال و اللي لهم علاقة بموضوع الأخلو صار في نقاش يعني كثير مستفيد بهذا الموضوع أفكار كثيرة أكثر من 15 يعني ورقة تقدمت لحن نبال وراء ونبعتها للجنة الإدارة والعدل أهم شيء هو النفسية اللي كانت موجودة حوار عقلاني منتج تشاركي لنقدر نوصل إلى حلول وسنصل إلى حلول وإن شاء الله بفترة زمنية منة طويلة نقدر نعطي مضمون لحتى تقدر هذه اللجنة اللي عم تشتغل كثير وإذا بدأ يصير في تعديل للقانون بغض النظر مثل ما قال سعادة نيب قبل أو الرد أو لم يقبل هذا موضوع يجب أن يحل موضوع الأجرات هلأ منبلش بالغير سكني لأنه تعرف السكني كمان فيه ببعض المحلات يعني فيه تأخيره بالليجنة وتشكيله أو غيره بس نحنا دائما كنا نسمع على موضوع الأجرات وحان الوقت أنه هيدا نوصل إلى حلول عادلة تنصف الجميع ونروح إلى الانتاج ويروحوا أصحاب العلاقة إلى انتاجهم بمحلاتهم الغير سكنية لحتى نقدر ننمى ونزدهر وننتج هذا اللي بهمنا ما نضلنا بجدل وضل من جهة فيه ناس مظلومة ومن جهة فيه ناس مستفيدة دائما نقدر نحنا كلبنانين إذا اجتمعنا وانت كنت حاضر وشفت الروحية والنفسية لا نقدر نتفاهم ونسمع بعضنا ودائما الرقم هو الأقوى وهو أقوى من الكلمة فالأرقام التي تقدمت هي بتعبر عن هذا الواقع وسنعود إلى اللقاء إذا في لزوم هلأ مننطر شوي كمان لنشوف لجنة الإدارة والعدل شو لح تاخد من ما قيلة في هذا الاجتماع يعني نعطيكم ألف عافية على هذه المهمة الصعبة خلينا نقول منا سهل أبدا وإن شاء الله توصلوا لنتيجة شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألك